هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير أكد رئيس مجلس الشيوخ في برقيته أن الشرطة المصرية جسدت خلال معركة الإسماعيلية أروع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وأمنها كما سطر شباب مصر المخلصون في عام 2011 ذكرى جديدة خلدت أيضا في أحضان تاريخ المصريين يوم أن ثاروا في الخامس والعشرين من يناير وغايتهم مستقبل وواقع أفضل للوطن